عشان معرفة أهمية حماية بيانات المستخدمين نستضيف أكيد الأستاذ عاصم جلال استشاري العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات يا مرحبا الساعة وحياك في المسائل الإمارات حياك الله ويانا في البداية كيف نشرح موضوع تتبع بيانات المستخدمين؟ طيب التتبع في حد ذات وشيء يعني فيه جانب حسن فيه يعني مثلاً حرك دخلت على موقع والموقع سألك تحب تستخدم اللغة العربية والإنجليزية لا عاوز تفتح صفحة تانية في الموقع عاوز ويتذكر أن انت اخترت العربية فهو بيسيب يعني ايه ما يسموه بكوكي أو يعني برمجية صغيرة بيسيبها على الجهاز بتاعك عشان يتذكر أن أنت اللي طلبت استخدام اللغة العربية عشان كده يطلع لنا فمفروض أن فيه آرد معين منه إن مثلاً لو أنت عندك حاجة مفضلة في الصفحة دي يحتفظ بيها لو أنت مثلاً قلت له تابع عن موضوع معين عاوز أعرف أكتر منه يقدر يرسلك فيه يعني ايه قليل منه مفيد كثير منه طبعاً بيبقى فيه غرض اقتصادي وراء يعني مثلاً بعض المواقع عايزت تعرف تفضيلاتك في أشياء كتيرة إيه الفيديوهات اللي انت شاهدتها إيه المنتجات اللي عجبتك عشان تبعث لك إعلانات وتدي فرصة للمسوقين إنهم يستغلوا هذه البيانات في التسويق أفضل لك فعلاً عابير يعني يوم تبحثي عن شيء ولا تشوف فيديو مثل ما قلت أنت أستاذ لما تبحث أو تشوف فيديو أو منتج عيبك على مواقع التواصل أو أي مكان تسوق إلكتروني تطلع ثاني يوم ولا بعدها بساعة تشوف نفس الإعلان تشوف نفس الإعلان نفس الإعلان نفس الإعلان نفس الإعلان اللي انت بحث عنها فعلاً بطب فشيء غريب جداً فإحنا بين نارين نرى التخصيص ولا هو أنك أنت تاخد تجربة كمستخدم خاصة بك مش تجربة عامة اللغة اللي انت بتفضلها لو انت من تفضلش مثلاً في مثلاً أقسام معين عاوز تقراها بشكل أحسن في موقع أخباري فبيديك الأقسام دي قبل الأقسام التي لا تهمك وكذا فده طبعاً الميزة بتاعت التتبع العيب بتاعت التتبع طبعاً أن أنا أبتدي أقتحم خصوصيتك وأخش في تفاصيل قد لا تحب مشاركة الغير فيها بهدف طبعاً هدف تجاري واضح أستاذ عاصم أنا ألاحظ أن حالياً تقريباً قبل فترة شهر أو شهرين أي برنامج نزلة يطلع لنا تنبيه مطالبة التطبيق بعدم التدبع أو السماح أو عدم السماح حركة مستخدمة للآيفون الأندرويد الأندرويد هو الآيفون 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 هذا النوع من أنواع التتبع وتدي للمستخدم الحق أن هو يقرر من يتتبعه ويعرف مين بيتتبعه ومين ما يتتبعه طبعاً هي مبادرة جيدة جداً ولكن برضو خلينا نضع الأمور في نصابها الطبيعي شركة أبل ما عندهاش مواقع تواصل اجتماعي كبيرة مثلاً ولا تعنى بالبحث اللي هو زي بينما المنافسين لها فيسبوك وجوجل وغيرهم عندهم مصالح للتتبع زي مثلاً البحث أنا ما بقولش أن أبل ما عندهاش مصالح للتتبع طبعاً عندها بس أقل إدراراً للنقود أو للدخل مقارنة بالآخرين فطبعاً أول حد تزمر لما أبل عملت عدم التتبع كان فيسبوك وبعدين وخسرت بالضبط في الربع اللي بعده لم أبل على خسيره يعني هو سوكر بيرك لام أبل على الخسائر اللي تكبدها السهم بتاعه والأرباح بتاعت الرابع طبعاً جوجل في موقع إن هي يا إما بالأندرويد تواكب أبل على أساس ما يبقاش إن التليفون بتاع أبل هو اللي فيه الخصوصية أكتر أو كذا وأنا شايف إن دي منافسة حميدة يعني لو إحنا كل واحد ابتدى يضغط على الآخر لمصلحة المستخدم مستخدم هو المستفيد وهو ده اللي حصل فعلاً إن أندرويد زي ما حركت أفضلته في التقرير أعلنوا إن هم على مشروعهم أو مبادرتهم كمان للخصوصية بس أحب أقول إن الخصوصية في الأول وفي الآخر لا يجب أن تترك في يد شركات ربحية هدفها الربحة في الآخر الخصوصية لابد أن تكون في يد المشرع والمشرع مثلاً في أوروبا عمل جي دي بي آر اللي هو نظام الخصوصية البيانات وكثير من دول العالم منها دول عربية كثيرة ابتدت تنظر لخصوصية البيانات بشكل أكثر جدية وبالتالي تجرم الشركات التي تقتحم أو تستهون ببيانات أو خصوصية المستخدمات في العديد من الشروحات ومقاطع الفيديو وكيف أغلاق ثغارات التتبع وكيف ما تخلي تلفون الأندرويد أن ما يتبعك هل هذه الإجراءات ناجحة أو لا؟ طبعاً فيه إجراءات كثيرة جداً يمكن أن أنت تحسن بها أدائك يعني على سبيل المثال للحصر قد لا يكون من الحكمة أنك تستخدم الإيميل اللي أنت بتستخدمه بشكل يعني مستمر في مواقع أنت مش متأكد أنك أنت عايز يعني تديها بياناتك بشكل فممكن تستخدم إيميل تاني في هذه المواقع مثلاً أن أنت يبقى عندك باسورد مختلفة لكل موقع دايماً هو فكرة جيدة أنك أنت تستخدم في البراوزر نفسه أو المتصفح اللي أنت بتستخدمه فيه حاجات للخصوصية أنك أنت ممكن تكون يعني هواتك مخفية عن الموقع ممكن تستخدم دي كمان بتساعد فيه برمجيات زي الأنتي فيروس وغيرها فيها يعني جزء لحماية الخصوصية نظم التشغيل دلوقتي بقى فيها جزء للخصوصية بس أرجع وأقول في الآخر أن في غياب التشريعات البرمجيات ليس لها يعني زي ما فيه مبرمج بيحط يعني حماية قوية فيه شخص تاني هاكر أو يعني متسلل عنده نفس القدرة على البرمجية يقدر أنه يعني يحاول يقود من الحماية الموجودة وبالتالي الجزء القانوني أو الجزء التشريعي غاية في الأهمية أستاذ عاصم وايد شروحات طلعت في الفترة الأخيرة وأشخاص طلعوا يتكلمون على الحل من ثغرات التدبع هل تشوف أن الطرق اللي يتكلموا عنها ناتشحة فعلا؟ هي الثغرات بصفة عامة موجودة في كل شيء مش بس في التتبع نظم التشغيل فيه ثغرات البرمجيات فيها ثغرات هي ببساطة البرمجيات هي نتيجة العقل البشري هي مجموعة من الأوامر مكتوبة بشكل متسلسل عشان البرنامج يعمل شيء معي دائماً بيكون فيه سهوة وخطأ يعني دائماً بيبقى فيه الشخص المبرمج ناسة يعني مثلاً زي ما تقول إيه لو أنا بتكلم على بناية نسيت أغلق نفذة معينة صحيح مسألة وقت لغاية لما اللص يكتشف فين النفذة المفتوحة وكفاية نفذة واحدة عشان يقدر يخش للبناية فهو دا اللي بيحصل يعني كالتشفية دا اللي بيحصل في البناية شركة أبل صبقت في هذا المجال هل نعتبر أنها مستخدمي أبل في أمان أكثر؟ هي أبل بتحاول تسوق نفسها دائماً على أساس أنها الشركة الأكثر أماناً يعني أديك مثال كتير من مستخدم الأندرويد بينتقدوا أبل أنها ما بتديش حرية للمستخدم بتاعها أنه هو يعمل اللي هو عاوز ولازم يخش الأب ستور يجيب المنتج من هناك لازم يعمل كذا ما يقدرش أنه هو ياخد من البرنامج دا يدي البرنامج دا وإن كان أبل عملت أريحية أكثر للمستخدم إلا أن أبل كان دايماً بترد على هذه الاتهامات بأنها بتوفر بيئة أكثر أماناً وأكثر سهولة للمستخدمين بتوعها فهي فلسفة للشركة أكثر منها فلسفة تسويقية أنه هو حبي يحط نفسه أنه أنا الأكثر أماناً وحتى لو تبعت أعلاناته هتلاقي أن الأعلانات بتركز على هذه النقطة طبعاً أندرويد عنده مزايا مختلفة وهو حصته في السوق الأكبر 85% ولكن قد يكون مهم جداً أنه نعرف مربحية الشركات التي بستخدم أندرويد مقابلات بمربحية أبل أن أبل دايماً كانت في وقت من الأوقات يعني في وقت قليل بعد سقوط نوكيا عملاق الآيفون في أول هذه الألفية كان فيه أو يعني في 2007-2008 كان فيه إحصائية بتقول أن أبل بتعمل 75% من مربحية هذه الصناعة كاملة الشركة الوحيدة واللي كان يعني حسيتها في السوق النهاردة 15% ولكن مربحياتها كانت عالية جداً فمازال التسويق هو الشيء الأهم في المنتجات دي كتير الناس بتفتكر أن ده يعني قوة تقنية عند أبل مش موجودة عند جوجل أو موجودة عند جوجل بس مش موجودة عندنا لا لا الموضوع تسويق واختيارات للمسوق المسوق بيقول أنا عايز أبقى التليفون الأكثر شعبية فبيحط حاجات فيها سهولة أكثر سعر أقل واحد تاني بيقول لا أنا عايز أن أنا أكون الأكثر مربحية مثلاً فبيسوق بشكل مختلف طيب شركة جوجل أعلنت مؤخراً أنها أطلقت مشروع ساند بوكس للحد من كمية البيانات اللي يمكن للمعلنين أنهم يجمعونها لو نتعرف عن أهمية هذا كليني أحاول أبسط الموضوع كلمة ساند بوكس جاية من أنك أنت أحياناً عاوز الطفل بتاعك يلعب في أمان فتجيب صندوق مليء بالرمل والطفل بيلعب جوه الصندوق اللي في الرمل الطفل ليس عنده قدرة أنه يعدي جدار الصندوق وبالتالي هو قاعد في أمان هنا فكرة الساند بوكسنج في البرمجة هي أن كل برنامج عنده صندوق الرمل بتاعه وبالتالي ما فيش حق لأي برنامج أنه يمدي إيده على البرنامج الآخر هو بيروح لنظام التشغيل ونظام التشغيل بيقرر إن كان أنا عملت نسخ من برنامج عاوز ألسق في برنامج تاني هيقول ده مشروع إنما أنا مثلاً حطيت بيان هنا جاء البرنامج التاني فتح الميكريفون عشان يسمع لأغير مشروع فبما إن كل برنامج في الساند بوكس بتاعه ففي نوع من أنواع الحدود التي لا يستطيع البرنامج حتى لو أراد الخروج منها إلا بموافقة نظام التشغيل وهنا بيدي لنظام التشغيل القدرة إن هو يكون مثل ظابط البوليس اللي هو يقرر إن ده مسموح وده غير مسموح وطبعاً يستعين برأي المستخدم في ذلك فأسأل المستخدم إن هذا التطبيق يريد أن يفتح الكاميرا هل تسمح له بذلك بدون أن يفتح الكاميرا مباشرة يعني ما راح يفتح إلا بأذن مني إذا أنا سماح يعني موضوع حماية البيانات هذا موضوع أكيد وراه تدعيات وخلفيات كبيرة موضوع ربح وخسارة الشركات عند هذه النقطة لنحط حماية البيانات في النص بينهم إذا اتخذت أندرويد هذه الخطوة أكيد بتخسر فشو النقطة بالضبط؟ صحيح هنا زي ما كنتم تكلم عن موضوع المنافسة الشريفة هو بين بيسموه دفتي الروحة أنه من ناحية أبل بتوفر ده في التليفون بتاعها ومن ناحية تانية هو محتاج أنه يتتبع عشان يكسب معلوماته فهو محطوط في موقف حرك خاصة أن التشريع ماشي في اتجاه بتاع أبل فهو النهاردة لو عنده القدرة دي هتستمر يمكن سنة كمان أو سنتين قبل من المشرع يقضي عليها تماما فهو النهاردة قم بالبوبادرة بنفسه بيدي لبيدي عمره بحيث أنه ما يتحطش في موقف أنه يتقال عليه أنه هو فرد عليه أو كذا بالعكس هو بيدور على مصلحة مستخدمي فطبعا تسويقيا هو تصرف صح 100% هل محتاج أن هو يغير الإسلوب اللي هو بيربح بيه أكيد أنا لا أدعي أن أنا شايف نهاية لأن إحنا بنقدم معلوماتنا ببلاش يعني فيه كلمة مستخدمة دايما في عالم الإنترنت بيقولك أن إن وجدت أن الخدمة بلا تمن مجانية أعرف أن أنت البضاعة التي يتم باعها على هذه القدمة ففي الحالة دي البضاعة هتكون معلوماتك الشخصية نعم طيب أستاذ من هو المستخدم اللي أكثر عرضة للسرقة طبعا لو الشخص ما بيخدش الاحتراطات الكافية عندما يتعامل على هذه المواقع مثلا أنه هو بيخش على مواقع غير موثوق فيها قال لي أعلان بيقول لي تخفيت 70% على كذا على الموقع عمري ما سمعت عنه هل يعقل مثلا الموقع ده يقدر يجيب سعر أحسن من أساطين البيع الإلكتروني فكتير قاوم في الموقع دي بيبقى الحدف منها أنه هو ياخد بياناتك كتير بيجينا من الرسالة بيقولك مثلا تم خصم ومعرفش إيه اضغط الرابط علشان كذا بتضغط الرابط الرابط ده الهدف منه أنه هو يعني ياخد بياناتك ففيه كمية كبيرة من اللي بيسموها social engineering أو الهندسة الاجتماعية واللي هي لفظ محترم لكلمة النصب أن أنا بنصب على الناس باستخدام أساليب بتوحملهم وحملهم من هذه مبادرتها فطبعا مهم جدا في الحالة دي أن إحنا يبقى عندنا أقل مستوى من الوعي في الموضوع ده أنا أقترح أن طبعا المدارس مهم جدا أنها تبتدي تدرس هذا السلوك وهذا الوعي لأن ده في نفس أهمية أن إحنا كنا بندرس وإحنا صغيرينك لما تمشي في الشارع لازم تبص يمين وشمال دلوقتي لما تمشي في الانترنت لازم تبص يمين وشمال وفوقه تحت ووراك وقدامك علشان ما يحصل لكش مشكلة طبعا نزين بعد ما أخذوا البيانات هالبيانات في شو يقدروا يوصفوها مثلا في الاختراق مثلا لو أنا خدت كريدت كارت بتاعك وخدت إيميل بتاعك أنا قد يكون عندي قدرة أن أخش على بعض المواقع وأعمل شراء باستخدام كريدت كارت بتاعك بس أحيانا الموضوع بيكون أبسط من كده كتير يعني أحيانا أنا ممكن ألم بيانات شخصية عنك وبعد أن أتصل بالتليفون وقولك أنا البنك بتاعك أنت تاريخ ميلادك كذا الـ ID بتاعك رقمه كذا كلها بيانات عنك تدفعك لتصديق أن أنا البنك بتاعك لأن أنا بدي لك بيانات في مخيلتك لا يعرفها أحد غيرك وغير البنك بس أنا مجرد بأن أنا عديت جنب المكتب بتاعك شفت statement من عندك قريت منها كذا معلومة كذا 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 أغلب حاجات النصب اللي بتتعامل النهاردة جزء كبير فيها هو مش تقني هو نوع من أنواع الضحك أو الخديعة للشخص الآخر عن طريق يعني إيه إيجاد بعض المعلومات الحقيقية والدعاء أشياء أخرى نعم هل زيارة مواقع معينة تزيد من فرصة حصول الشركات على أنها تحصل على بيانات المستخدم؟ طبعا يعني في مثلا لو أنت بتقري موقع أخباري هتلاقي شوية الأخبار العجيبة اللي بتبقى في الآخر دي طفل من معرفش إيه استطاع بتضغطي عليها وبعني طلع لك عشرين صفحة تفتح وراء تانية وأعلانات بتطلع فعلا تفتح بروحها وإذا بضغط على خطأ أدخل على صفحة فغانية بالزبط ديما هذا الأسلوب الأسلوب الصح أنك ما تضغطيش أساسا على الحاجات دي أطلع من الصفحة كلها لا يعني أساسا الخبر ده بيبقى شكله من النوع اللي هو متكرر عرفتنا خلاص حفظ ده فالموقع دي الهدف بتاعها إن هي بتنزل كوكيز أو أجهزة حاجات التتابعة وبتحاول تاخد أكبر كمية بيانات موجودة طبعا لما تشوفي المحتوى بتاعها ولا تعارفة إن المحتوى ده مين النشر بتاعه ولا عاوزني أعمل إيه ولا حاجة زكية بس هو بيحاول إن هو ياخد بضعها لقد ما يقدر معلومات وبالتالي يقدر إن هو يتصرف فيها طبعا بعض البرمجيات اللي هي المخصوصة بالتأمين بتمنع أساسا هذه الموقع يعني لما تيجي تلاقي تضغطي على لينك يقولك إن هذا الموقع خطير ولا يجب إن كانت فطبعا دي مفيدة لو هي موجودة فعلا إن زم ما تيكون المستخدم محمي ومطمئن؟ لازم يكون عند أبل؟ لا 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 يوجد كلنا معرضين للمخاطر في نسب في نسب عند أبل أقل من أندرويد معروف لا 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 ما قدرش أقول كده أنا قدر أقوله إن المستخدم لازم يأخذ بأسباب الحماية أسباب الحماية جزء كبير منها إنك إنت عندك وعي الوعي ده مهم الباسورد بتاعتك شكلها إيه بتغيرها إمتى حاطت على كل المواقع بنفس الشكل أو اللي لأ بتخش بإيميل بتاعك المهمة على مواقع غير مهمة كده بتستخدم آيفون أو بتستخدم أندرويد كلاهما حصل فيه اختراقات ما فيش ولا واحد ما حصلش فيه اختراقات بس هي الفكرة إن أنت يعني من الحاجات اللطيفة اللي بس يعني بيشبهوا بيها الأمن المعلومات إنه عامل زال بصلة لا يوجد حاجز يحميك من الآخر بس هي قشرة وراها قشرة وراها قشرة وراها قشرة كل قشرة لها هدف معين فلو قدر يخترق الأولانية يمكن ما يخترقش التانية لو اخترق التانية يمكن يعني فيه بيوصل لدرجة إن هو بعد ما يوصل واخترق كل يعني الجدارات اللي إنت هتطالوا المعلومة نفسها بتكون مشفرة نعم فهو حصلها معلومة بس مش عارف فيه قراءة لأنها مشفرة نعم نعم تمام فالدرجات من الحماية موجودة بس أمن المعلومات زي هلا أقدر أضمن لك إنك تصمم سيارة لترتكب حوادث في الشرع لا طبعا لا لأن يحدث نعم نعم أستاذ عاصم أنا حبيت طريقة شرحك وتسهيلك يعني كأن أنا عطيك طرق حلوة جميل هي تعطينا نصايح للمستخدمين آه طيب يمكن أول حاجة إن الباسورد دايما بنتكلم عليها وبتاع الباسورد لو كلها حروف صغيرة اخترقها بياخد ثواني يعني الباسورد كيف يكون كيف يفضل لك؟ حروف صغيرة وحروف كبيرة ورموز وأرقام وفيه اتجاه إنك تستخدم جملة جملة طويلة يعني خمسة وتلاتين حرف جملة أنت تفتكرها ننسى لازم نسايف الباسورد نسايف الباسورد يعني لو كتبتها في مكان حد يقدر يقراها خد يكون خطأ بس في دلوقتي برامج هي محفظة للباسورد بس ليها باسورد واحدة أنت محتاجة تحفظيها لما تحطيها بيتفتح لك المحفظة فطبعا ده تغيير الباسورد بشكل شهري آه يمكن شهري وأحيانا في مواقع تانية أكتر من كده عدم استخدم نفس الباسورد في كل الأماكن لأن لو عرف يخترق المكان هيخترق كل الأماكن التفكير قبل ما أعمل أي حاجة يعني لما لاقي حد بعيت لي بيقول لي أنا أمير في نيجيريا وعايز أدي لك نصف صروتي اللي هي سبعة تريليون دولار علشان أنا مش عارف ها ما يتصدق هذا والله بيصدق كمية الناس اللي تنصم عليهم سينا تفتكون للأثر يعني استخدام التفكير شوية في المواقع اللي أنا واثق فيها أقدر أقول في عدد من المواقع على الإنترنت يعني لو مثلا دخلت على جوجل وعملت سيرش إس دي سايت سيف هيدي لي عشرة أو عشرين موقع كل واحد منهم أقدر أدخل فيه الرابط بتاع السايت يقول لي السايت ده فيه مشكلة أو مفوش كل الشكر لك الأستاذ عصام جلال على هذه التوضيحات شكرا جزيلا وأكيد نتمنى المستخدمين للانتباه دائما